أعلن النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين أمين عام حزب إرادة تجيل ترحيبة وتأييد الحزب بالمبادرة الرئاسية لعقد مؤتمر للحوار السياسي الوطني وأكد النائب محمد تيسير مطر أن شباب مصر بصفة عامة وشباب حزب إرادة تجيل يوجهون رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي على تلك المبادرة الرئاسية من أجل هذا الحوار وأن الحزب سيطرح أفكارا ورؤى تخدم الوطن والمواطن